هذا الموضوع بقى غريب جدا ان انت ممكن تروح تشتري كاميرا من محل.. وفي الاخر ستنسب عليك حتى لو انت ستشتري كاميرا جديدة طبيعية انت ممكن ستنسب عليك لو لازم تشتري كاميراكن من الموجود في الشارع وانت مش عارف هو مين ولا عارف مصدر Tiger وعارف انك هتقدر ترجع له لو انت شكمرت منه الكاميرا ومش عارف حالتها وهي مستعملة لكن الجديد ان محلات الكاميرات بقى فيه منهم بينصبوا علينا ويبقوا لولنا كاميرات عزيزتنا هي جديدة وهي مش جديدة ومتقدرش تاخد حقك منهم وفيه ناس اشتكت على الفيسبوك على جروبات الفيسبوك بتاعت التصوير ان فيه ناس تنصب عليها من محلات معينة فموضوع بقى خارج عن السيطرة فقررت ان اعمل لكم الفيديو ده علشان قسعتكم انه تنصبش عليكم وانتو بتشتري الكاميرا اين كان مستعملة او جديدة بس هركز على جزء انت بتشتري الكاميرة جديدة علشان لازم تخلي بالكواب جماعة وانتو بتشتري الكاميرا من حيات كتيرة هولوك عليها مبدئيا كده لما بتيجي تشتري الكاميرا لازم اول حاجة تبص على الكاميرا تتأكد ان الكاميرا نفسinely Yale اللي مكتوب على علبة الكاميرا علشان اللي كان بيحصل ان هما كانوا محلات بتكلّيب ستيكر وتغطيه على السيريال نمبر المكتوب على العلبة وتلاقي السيريال نمبر اللي موجود على كاميرا اللي انت شاريها متشغبط عليه او ممسوح فلازم تخلوا بالكوا جدا من الموضوع ده وعمره ما السيريال نمبر يتمسح بمنتهى السهولة السيريال نمبر ده بيقى مطبوع طباعة محترمة جدا عشان ما يتمسحش ده عامل زي رقم الشاسية بتاع العربية اللي انت بتشاريها لما تيجي تروح توكيل كانون بياخدوا رقم السيريال نمبر وهو دوت اللي بيستخدموه ان هما يحددوا الكاميرا دي بتاع تمين وحتعمل فيها ايه وكل التفاصيل بتاعتها في طبعا ما تمسكوا العلبة هتلاقوا السيريال نمبر موجود في المكان دوت وفي الكاميرا هتلاقوا السيريال نمبر برضو موجود في المنطقة دي لكن في بعض الكاميرات السيريال نمبر بيقى موجود مكان البطارية فلو ما لقيتوش المكان زي ما وردتكو هتلاقوها في المكان بتاع الجنب البطارية دي اول حاجة ودي من اهم الحاجات انك لازم تتأكد منها لما تيجي تشير الكاميرا علشان دي بتأكد لك اول حاجة انهم مش مغيرين الكاميرا وحطينها في علبة تانية مش بتاعتها فدي حاجة مهمة جدا وقعوها تاخد كاميرا مش موجودة السير للنبر بتاعها نفس الرقم اللي موجود على علبة بتاعتها عشان بعض الكاميرات ممكن تكون ملعوب فيها مثلا في كاميرات اسمها ديان مصنع بياخد كاميرا لو فيها مشكلة ويصالحها تاني وبيباحها على اساس ان هي ده بيبقى منزل مثلا فيها 40-50% فيها المصنع لما بيجي يعمل كاميرا بيروح جايب لها المخصوص مكتوب عليها كبيرة كده علشان معروف ان الكاميرا دي بتبقى واخد فيها 50% مثلا 40% وبتقدر تشير الكاميرا دي ومفروب بتشتعل معك تماما غير مشكلة لكن بعض الناس بياخدوا الكاميرات ديت ويحطوها في عدبة كاميرا تانية خالص لك انها جديدة ويبعوها لسنها جديدة وانت في الاخر دافع تمن مفروب ما تدفعوش ودي كانت اول حاجة تاني حاجة لازم تتأكد لما بيجي تشير الكاميرا بالذات لو هتشتري من مصر يكون معها الورقة بتاعة التوكيل بتاعة الضمان علشان لو الكاميرا فيها اي مشكلة تقدر ترجحها للتوكيل بتاع كانون في مصر اللي هو اسمه سيليكون والتوكيل دوت صراحة انا تعملت معاه في الكاميرا بتاعتي كان فيها مشكلة وصلحه ولي على طول ما اخدوش وقت ولازم الضمان ده يكون موجود علشان لو كاميرا فيها اي حاجة تقدر تتصلح او الكاميرا تتغير علشان الواحد بيدفع كتير جدا في الكاميرا مفعش الواحد يدفع او يينفست برقم كبير في كاميرا وفي الاخر يضيع كل فلوسه في الهواء علشان شوية حاجات بسيطة زي ما قلتلكو الورقة دي نيجي بعد كده الجزء مهم جدا لو انت بتشتري كاميرا مستعملة طبعا الجديدة هتبص فيها لكن الموضوع ده تركز عليه اكتر لو انت بتشتري كاميرا مستعملة انك تبص على مكان المسامير تلاقي ان المسامير شكلها نظيفة ما فيهاش اي خدش ولا اي حاجة عشان لو فيها خدش او اي حاجة يبقى كاميرا دي تفتحت وبعض الكاميرات لما بتتفتح بتخسر حاجة مهمة جدا اسمها الوذر سيلينج وهو ده اللي بيأزل التراب والماء ان هي تخش الكاميرا انا الكاميرا بتاعتي كان فيها مشكلة وطورت ان انا صلاحها في التوكيل فالوذر سيلينج بتاعها راح فلو دخلت في منطقة زي السحرة وممكن التراب يخش الجوه الكاميرا ويبوزها لي فموضوع ان كاميرا تبقى مفتوحة طبعا وانت بتشتري كاميرا استعمالها ممكن كاميرا تكون مفتوحة ما تعرفش اي اللي ملعوب فيها جوه فمهم جدا تبصوا على المسامير وتبقوا متأكدين ان المسامير دي ما تلعبش فيها وشكل الفريم ملزوق في بعضه ومفوش اي مشكلة تماما وبعد ما بصيتها الحاجات ديت لازم تبص على الحاجات كمان مهمة جدا اسمها الشوتر كونت الشوتر كونت هي الكاميرا جواها عداد زي عداد العربية بتقولك هي مشت كم كيلو لا هي في الكاميرا بتقولك هي صورت كم كيلو كاميرا بتقولك صورت كاميرا بتقولك صورت كم صورة فمهم جدا انك انت تستخدم بيقى معاك لابتوب وتوصل الكاميرا باللابتوب عشان تشوف الشوتر كونت بتاح لو انت بتشتري كاميرا جديدة لازم شطر كونت بتاع حيكون صفر او صورة لو انت صورت صورة وطبعا اخر حاجة انك انت تتأكد ان القلبة ما تفتحتش قبل كده وتلاقي ان عليها الاستيكر بتاع طبعا الاستيكر ده ممكن يغيروه ويحطوا اي استيكر تاني بس حاول المكان انت تشتري منه يكون موسوك منه من كانون يعني ساعات كانون بتدي زي شهادة كده ان المحل دوت احنا واسكين فيه لكن او انت مثلا بتشتري نيكون نيكون ساعات بتدي برضو شهادة ان المحل ده موسوك انك تشتري فيه فانت لو عايز تتأكد عن محل معين ممكن تسأل توكيلات تسأل مثلا توكيل كانون على الكاميرا دي تسأل توكيل نيكون عن المحل ده مسلا انك عايز تشتري منه فعملوا شهير الفيديو دوت علشان يوصل لاقتر عدم ممكن للناس علشان يعرفوا عمليات النظمة اللي بتحصل ويخلوا بالهم وهم بيشتروا الكاميرات وعلى فكرة الموضوع ده برضو نفس الكلام في الموبايل لازم يخلوا بالهم الموبايلات نفس الفكرة بس ضبط ان فيش فرق الاثنين فيهم نفس الحاجات دي تعم معادة الشوتر كونت اتمنى كل الفيديو ده عجبكو وان شاء الله اشوفكو في الفيديو اللي جاي ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو ده مع اصحابكو